تستضيف القاهرة اجتماعاً رباعياً يضم موثلين من مصر والولايات المتحدة وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة ويشارك ويليام بورنر مدير وكالة المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني في الاجتماع فيما ذكرت هيئة للبث الإسرائيلي أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية الموساد ديفيد بارنيا سيشارك في اجتماعات القاهرة يعود ويليام بارنيز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للقاهرة في أحدث مسعى لمحاولة إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة ولتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يعتبر بارنيز شخصاً مهماً في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة وأن إرساله للقاهرة سيساعد على التوصل إلى اتفاق زيارة بارنيز تأتي بعد رفض إسرائيل لرد حماس على بنود اتفاق الهدنة التي تتضمن ثلاث مراحل على مدار 135 يوماً تنتهي بصفقة تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين بالألاف من الأسرى الفلسطينيين مع إنهاء الحرب على قطاع غزة وحسب موقع يوالا الإسرائيلية أبلغت إسرائيل الوسطاء رفضها لمعظم مطالب حماس وأكدت أنها ستتفاوض على أساس خطة باريس التي تؤمن الإفراج عن أغلب المحتجزين الإسرائيليين لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء الحرب وكان الرئيس الأمريكي قد أكد خلال تصريحات صحفية مع العاهل الأردنية الملك عبد الله الثاني أن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في غزة لمدة ستة أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين والرهائن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع شكرا شكرا